بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد قلقه وإضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضيه وما بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل باته وصعبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم من الكلمة النهاردة تحلب أدهر الثاني تحلب وديجونيا التحلب خيطي وحنشوف دلوقتي إزاي بيعتك أفضر وحنشوف التركيب بتاعه في الأول التحلب خيطي بالشكل ده كده بنميز فيه ثلاث أنواع من الخلايا الحقيقة نوع الأول اللي هو البيزل سيلز أو الجزء القاعدي البيزل هولد فاست اللي هي الخلية دي بتتكون من قرص مفلطح بالشكل ده فلاتيند مفلطح والبيزل هولد فاست ده الجزء اللي هو بيمسك في الصخور أو في الجزء اللي هيمسك فيه أي أمكان يعني طيب والخلية الخلية الوسطية والخلية اللي هي أو الخلية القمية أو الجزء ده نشوف مع بعض خلية واحدة من الخلية أهي بتتركب من إيه؟ هنلاقي الكابسيلز اللي هي الخلية القمية بالشكل ده كده اللي هي زي ما بينا عندنا في الشريحة أهي المجموعة دي بنلاقي هنا عندنا أو مراكز تجمع النشاء اللي هي موجودة في البلاستيدا الشبكية فين أهي؟ كل دي الريتوكيلوتيا يعني شبكي وآدي البايرينويد مركز تجمع النشاء ودي واحد تاني اهو بالشكل ده ويبقى فيه نواة واحدة بس يبقى فيه بلاستيدا واحدة شبكية فيها عديد من البايرينويدز وفيه نواة وآدي السيل وول ده التركيب بتاع اهي؟ تحلب الوديجونيوم نشوف مع بعض الشريحة اللي بعد كده بتتكلم عن كيفية تكون هذا الشكل اللي احنا شفناه منذ قليل ازاي بتنقسم الخلية وزاي بتكون الكابسيلز الخلية بتكون بالشكل ده في الاول فيها نواة واحدة بيتيت تكون فيه طرف الاعلى من الخلية رنج أو حلقة بالشكل ده عبارة عن انتداد من الكدار الداخلي النواة هنا بالشكل ده فيجي الخطوة اللي بعد كده النواة بحسن الله ديفيشن والانقسام اللي هنا او ديفيشن ماي توتيك بتنقسم الى نواة ويبتدي يتكون مايكرو تيوبلز او حيبتدي بداية تكوين ايه؟ جدار هنا في المكان ده كده طيب بعد كده يبقى احنا هنلاحظ الخلية الواحدة اهي كأنها تقسمت الى ثلاث اجزاء خلية اهي نواة وآدي التانية اهي وجزء الصغير ده اللي فوق الرنج او الحلقة الحقيقة الجزء ده حيبتدي يمتد بيحصل تكوين نيوول بيبتدي يكون جدار جديد لاترال نيوول اللي هو جدار الجانبي دي القمة او الخلية الكاب الغطاء القديم ويتكون واحد جديد بالشكل ده كده اللي هو هنا اللي هو النيو كاب لما حصل الامتداد ده اصبح فيه عندي خلية اهي كل الفراغ ده كأنه خلية واحدة يعني دي خلية اهي وكل ده خلية واحدة بس الجزء ده اللي هو هيتحول للكاب هنا ويبقى عندنا دي كل لها الخلية الجديدة اللي هي دي اللي هتستقبل النواة الجديد ويبتدي السبتم ده اه مكانه حيبقى فوق هنا اهو وتبقى الخلية الواحدة انقسمت الى خليتين الخلية القديمة اللي هو بيسموها الماظر سيل اهي وقادي السبتم وقادي الدوتر سيل الخلية الجديدة وده الشكل النهائي بتاعها دي الخلية اللي تكونت جديدة بالشكل ده كده اهي يبقى ده الالغطاء القديم وده الغطاء الجديد الانقسام. وتبقى الخلية امتدت وتبقى كونت بالشكل ده. هل بيحصل في كل الخلايا? لا في الخلايا اللي هيحصل فيها اللي احنا جديده دلوقتي على طول. نشوف الخلية اللي بعد الشريحة اللي بعد كده. بنتكلم على التكاثر اه او البداية عندي اهي. اه ادي الخلية اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. الخلية تبتصرف الحقيقة كأنها كلمة او المقطع ده بيعنينا حافظة. يعني بوغ او جرثومة زو لانها متحركة زو متحيواني يعني بس انا مش حيواني بس عشان متحركة صفة الحيواني. بيبتدي يحصل يتكون كابس او اغطية بالشكل ده كده زي ما شفنا في الانقسامات اللي قبل كده. و ادي زوز بورانجام هتتكون فيها زوز بور واحد فقط. يبقى الخلية هتكون هتكون منها اه اه زوز بور او جرثومة متحركة واحدة فقط محاطة بميوسل جشيث او غلاف من ايه من مادة الجيلاتين. بتتفتح من عند الكابسة هنا الخلية كانها زي الازازة او زي العلبة او زي الايا كان. فالعلبة دي او الخلية دي بتتفتح ويطلع منها الزوز بور او الجرثومة او البوغ. وهو بيتقاصر هنا جلاجنسيان بجرسي من المتحرك. اللي محاطة بيغشاء من الولام عشان يحميها. بيبتدي يتحرك الزوز بور او الجرثومة او البوغ دي بتبتدي تتحرك واضح انها بتتحرك بالاصوات عديدة الاصوات في احد الاطراف. بشكل مميز جدا بتستقر هذه الجرثومة على صخرة او مكان حتان معاليه بيبتدي تتنبت ويبتدي يطلع هنا الهولد فاصلة او الماسك اللي هو اشباه جزور نسميها اشباه جزور مفيش مشكلة ويبتدي ينبت الخيط الى خيط جديد. الخطوة دي اللي هي اهي رقمه اللي هي دي اهي. الخلية فتحت من عند الكاب وطلع الزوز بور بالشكل ده. وابتده يطلع او المادة الهولامية اهي. اللي موجودة حواليه اهي. ويبتدي يخرج بالشكل ده كده. وينطلق ادي الطرف اللي في الاصوات اللي هو الطرف ده. اللي هو لما هيستقر بعد كده بيعمل الهولد فاصلة عشان يدين الخيط الجديد اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم بالشكل ده. الاصوات هنا اللي هي على الطرف بالشكل ده هنا في الزوز بور. ده التكاثر اللاجنسي احنا شفنا بتكاثر بالجراسيم الخلية بتبقى بتتصرف كأنها زوز بورانجة مش كل الخلايا الخلايا اللي هتعمل زبورزة او ابواغ وتبتدي البوغ ده البوغ الواحد من كل خلية اللي هي بتتصرف كأنها زوز بورانجة مع حافظة بوغية بينطلق بيحاط بمادة جيلاتينية عشان تحميه ويبتدي يزبح لغاية لما بباطسة عديد من الاصوات الى ان يستقر ويكون اشباه الجزور او الهولد فاصلة او الماسك وينمو الى خيط جديد نشوف بعد كده ازاي التركيب المؤنس بيتكون نفس الخلية هي اللي فيها الكابس بتصرف بتنتفخ وبتكون غزاء وبتصرف بتسميها او 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 جنيم مادر سل يعني الخلية اللي هتبقى او او جنيم اللي هو التركيب المؤنس طيب بتنتفخ بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو الاو جنيم بتبتدي تتجمع فوق هنا هنلاحز ان هي بتهي بتتقوص من هنا يحصل فيه تقوس تقعر بالشكل ده وتتجمع فوق هنا اهي ادي الاو جنيم اهي ويبتدي يبقى فيه منها او الخلية اللي تحت دي حتتصرف كأنها خلية ايه سافولاتوري او خلية خلية مساعدة بيبتدي الاو جنيم اللي هي التركيب المؤنس بما فيها من بويضة حيبتدي يتكون هنا زي بروز هذا البروز حيتحول بعد كده الى فتحة صغيرة ليه عشان يبتدي هو ده والطريق اللي حيتقل منه السابح الزكري يبقى هنا تكوينة البويضة بالشكل ده الاوفام او البويضة ودي التركيب اهو وقادي الفتحة هنا بالشكل ده بالجنب اللي هي المكان ده اهي طيب ده التركيب المؤنس خلاص يبقى احنا عرفنا كده ده احنا كده اكدنا بنتكلم مع التكاثر الجنسي او دورة الحياة يبقى الخيط هيكون الاو جنيم الخلية حتكون الاو جنيم هتتكون بروز على احد جنيبي الاو جنيم عشان يتحول الى بور او فتحة او ثقبة حيخش منه ايه السابح الزكري او المشيج المذكر نشوف مع بعض بقى التركيب المذكر حيتكون ازاي اه هنلاقي قصة مختلفة شوية هنا هنلاقي ان احد الخلايا بيتكون فيها انقسامات عشان تكون اندرو زبرانجيا اندرو زبرانجيا كلمة زبرانجيا اللي هي جمع زبرانجيا يعني هنا مش حافظة حوافظ دينا ادي واحد اتنين تلاتة اربع اربع حوافظ كل حافظة منهم هتكون اندرو زبور يعني بوغ بس ليه اسم خاص شوية بنسميه اندرو زبور هذا الاندرو زبور كل خلية هيخرج منها اندرو زبور واحد برضو في مجموعة من الاصوات زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده طيب الاندرو زبور ده هيحصل ايه حينتقل لغاية لما يوصل للخلية سبورتينج مش احنا قلنا الوجونية متكونة في الخلية اللي فاتت الخلية اللي تحتها بقى بنسميها الخلية الداعمة ليه داعمة عشان هيوصلها الاندرو زبور او البوغ ده بوغ بقى هنا ده مش مشيج خلي بلنا ده مش مشيج يعني دي هنا سميناها اندرو زبرانجيا لانينا حيطلع منها جراسيم مش امشاج انا يمكن اخطأ طف من من شوية فدي اندرو زبرانجيا اللي هو اللي هي حوافز اه مالهى بوغية او جورثومية احنا شوطنا جراسيم في التكاثر اللي جنسي هنا في جراسيم تانية اهي نوع خاص شوية اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم ده هذا هذه الجراسيم او الاندرو زبرانجيا بتبتدي تنطلق عشان تروح الى الخلية الداعمة لتحت الاو او جنيم وتستقر عليها ليه بقى عشان هتبتدي تنبت فين على الخلية دي ايوة بتلتصق فيها وتكون بيزل سل خلية قاعدية وتكون بقى هنا ده التركيب المذكر يبقى ايزا نحن عندنا ده الاندروز برانجيا مش ده التركيب المذكر لا ده كأنها حوافز جورثومية نوع تان يعني كأن فيه نوعين هنا بقى الاندروز بورو البغدا هو اللي حيستقر على الخلية الداعمة دي ويبتدي يكوني الانثريديام بقى ده تركيب المذكر عديد من الانثريديا جمع المفرد بتاعها انثريديام كل انثريديام واحدة بتكوني اتنين انثريزويدز انثريزويدز اللي هي السابحات او الامشاق المذكر هنا بقى ونفس التركيب ده ده الانثريديا جمع انثريديام دي جمعها اهي كل واحدة فيها كام فيها اتنين انثريزويد اللي اتنين انثريزويد ده هيحصل ايه بقى اهو هيحصل الانثريزويد كل واحد منهم هيبتدي يصبحوا لغاية لما واحد فيهم هو هيوصل للفتحة دي اللي هي احنا اتعملت من شوية احنا شفناها ويا بتتكون عشان يوصل للبويضة ويلقاحها اه حصل هنا بقى يعني الخطوة دي حصل فيها حاجتين اللي هي كائن تلقيح واخصاب اللي هو التكاثر الجنسي يعني وطبعا نوعه هنا بيضي بينتقل الانثريزويد او السابح الزاكري او المشيج المذكر عشان ينتقل البويضة ويتم تلقيحها فبيكون الاو اصبور اللي هو الزايجوت او الجنين او اللقيحة سموها زي ما تسموها وطبعا قلنا اصبور لان الجدار بتاعها بقى سميك وطبعا دي الاو او هنا مش هسميها بويضة بقى خلاص لنتم التلفيح طبعا واضح دي ان هو ده بيسموه نسينا نقول انا اللي نسيت اقول طبعا ان الجزء ده او الفرع الصغير اللي حيان معلخلية الداعمة بيسموه دور في ميل او فروع مذكرة قزمية خيط مذكر قزمي طبعا دي الخلية قاعدية او الفين اللي كانت موضة طبعا انفجرت اللي هو الجزء ده اه نعلم عليه هنا نعلم عليه الجزء ده ده اللي هو الخيط المذكر اه ده كله الخيط المذكر اللي هو ده فين الانسرية اللي هي المجموعة اللي هنا دي او ناخدها اهو بهاي لايت اللي هي دي كل دي الانسرية اهي كل المجموعة دي ودي نبتت فين الفرع ده كله طرع فين في الخلية دي الخلية السابورتينج اللي هي اللي موجودة نرجع تاني نكبر كده يبقى الفروع اهي المذكرة القزمية لانها صغيرة عبارة عن خيط صغير خالص يعني ودي الخلية المساعدة اللي احنا قلنا عليه طبعا واضح ان هنا ان كان فيه اكتر من اندرس بور نبت على الخلية المساعدة يعني مش فرع واحد اكتر من الفرع مذكر انطلقتنا عشان توصل واحد منهم هو اللي هينجح فيه تلقيح اه اه دي الخلية العادية خالص بعد ما تم التلقيح بالشكل ده كده خلاص بيوم جايب نبت عشان يضي خط جديد الى اخر ويدعيد دورة الحياة مرة تاني التركيب او الشكل اللي احنا شايفينه ده اهو من تحت الماكروسكوب فين الفروع المذكرة اهي ادي فرع و ادي الفرع التاني و ادي الاوجونيام وواضح ان هنا الفتحة اللي هيتكون منها هيسمي منها التلقيح وفيه جزء تاني موجود هنا عند هنا الفروع اللي اهي اللي احنا شايفينها اهي اللي هو ده ادي فرع تاني اهو ادي فرع اهو ممكن لو خدنا لو عايزين ناخد لون تاني ونحددها اهو ده فرع مذكر اهو و ادي فرع تاني اهو و ادي الاوجونيام او زي كان تم التلقيح يبقى ده بزبور كده شفنا دورة الحياة وهنا تلخيص ليها بقى نشوفها مع بعض زي ما موجودة في الكتاب ادي الخلية الخضرية اهي زي ما احنا شايفين ادي الخلية الخضرية بتركبها اللي هي الشبكي والنواة والبايرينويدز الى اخره بيبتدي يحصل ان الخلية دي زي ما احنا قلنا هنا بتكون الاوجونيام مازرسل دي اللي هتعمل الاوجونيام بالطريقة اللي احنا خدناها ويبتدي يعمل الفتحة بتاعت الاوجونيام وهنا تبقى فيه البويضة هنا النوع ده من التحالب هنا بقى حننتبه هناك احنا قلنا كان فيه خيط كون الافرع المذكرة وخيط كون الافرع المؤنسة هنا الحقيقة في نفس الخيط الخلايا دي اهي الخلايا اللي فوقيها عملت اندرو اسبرانجيام اللي هتعمل جراسين جديدة بتدي الاندرو اسبرور بالشكل ده يعني دي الخلايا اللي هيبقى فيها الاوبونيوم او البويضة و هتعمل الفتحة موجودة هنا الخلايا اللي فوقيها بتبقى صغيرة بالشكل ده بتتكون كأنها اندرو اسبرانجيام هيحصل ان كل اندرو اسبرانجيام بيخرج من كل خلية هنا سيستقر على الخلايا المساعدة الخلية ستنقسم من خلية اثنين سيكون خلية مساعدة لو استقررت الاندروس بور على الخلية قبل الانقسام ستكون الافرع المزكرة بالشكل في المقسم الخلية كل جزء الاعلى منها بيكون لي الاوجونيام والفتحة وخلاص وقادي بقى هنا لما هتنطلق انه دي بقى الانثريديام اللي فيها بتطلع الانثريزويد او بنسميها الاسبرم ايا كاية التسمية طبعا بتختلط من مرجع الى اخر المهم انها سباحات زكريا او امشاق مذكرات تبقى الاجابة كده مضبوط يبقى الامشاق المذكرات هتصل الى الاوجونيام اللي هو التلقيب المؤنس من خلال البور او الفتحة دي عشان يتم التلقيح الفرتلايزيشان فبتكون النتيجة يتكون الزايجوت اللي هو ممكن نسميه او سبور نكميه زايجوت نسميه زايجوزبور نسميه زي ما نسميه اللي هما الجنين او اللقيحة او الزايجوت خلاص اللي هو اتنين ان ودي الخطوة الوحيدة اتنين ان خلاص وده هنا هابلويد هنا هيحصل الحقيقة ليه هيحصل ميوزيس عشان نرجع تاني للان ليه تكون جدار ساميك عشان يدي فرصة لحدوص خطوات الانقسام الاختزالي يحصل هنا انقسام اختزالي او ميوزيس فبيديني ان هو تنقسم طبعا طالما انه هتنقسم ميوزي بقى بتديني اربع اربع خلايا بالشكل ده ببارعا حوالي صلة يبقى فيها زوزبور سابحات جرسيم سابحة بالشكل ده عشان تنبت وتنمو وتديني خط جديد مرة تانية يبقى بنعيدين كلامه اللخصه مرة تانية خلية منه هتتحول الى اوغونيام اللي هو التركيب مؤنس الاندروس بور اللي هي الجراسيم ستتكون أو س gram move لانها هتكون الافرع مذكرة يمكن bom تستقر على الخلية اللي هي ستكون التركيب المؤنس الخلية تتكون انقسم الخلية دي اهي بتنقسم اثنين يعني التركيب ده والتركيب ده لو احنا خدناه هنا هو بالألم التركيب المؤنس اللي هو ده الخلية دي والخلية السابورتنج اللي تحتها اللي هي دي اللي اثنين دول دول عبارة عن الخلية دي هي خلية واحدة وانقسمت اللي هي الخلية دي اللي هي الخلية دي اللي هي استقر عليها الأطرع المزكر يبقى خلية واحدة هنا بالشخده حتى ممكن نعملها بالهايلايت باللون الأحمر برضو نفس الخلية يبقى في جزء منها اللي هو الخلايا المساعدة بشكل ده وهنا دي بقى اللي هو هيبقى فيها البويضة الأفرع المذكرة لو روحنا عايزين هلول مختلف هنديها دول الأخضر اللي هي الأفرع المذكرة اللي هي دي الأفرع المذكرة بالشكل ده بالمنزر داك اللقص اللي احنا قلناه مرة تانية عشان دي دورة مهمة شوية يبقى احنا عطيها عندنا كام نوع من الأبواغ في الابواغ اللي هي كونت في الستيكشوري بدكشن م جنسي أو دورة الحياة وهنا هنا جراسيم재زى وهنسميها جراسيمية مذكرة يعني إجازاً لإنها هي اللي هتكون هاتكون الأفرع المذكرة اللي هي دي قزمية قزمية ما هي صيارة كالص يبقى دي جراسيم به بقى دي أول جراسيم اللي كوينت من الأفرع المذكرة وفي جراسيم تانية هاتكون جراسيم متحركة هي هتكون الخيط الاصلي كل الجراسيم سواء الجرسومة دي او الجرسومة دي شبه بعض الجرسومة بتتحرك بعديد من الاصوار الجرسومة دي n والجرسومة دي n يعني لو خدنا الالم من هنا نبات نفسه n هي الدورة كلها n زي ما احنا شايفين هنا n دي n الحوافز الجرسومية المذكرة والجراسيم المذكرة n وطبعا اكيد التركيب المذكر n والتركيب المؤنس اكيد n كل ده n الحاجة الواحدة للاتنين n اللي هي الزيبت الجنيه يبقى احنا عشان مش هاجين وده كمان n انا عشان كده عاملها بدون مختلف يبقى دورة الحياة الجنسية او دورة الحياة فيها نوعين من الاسفورزة او الابواق ابواق مذكرة اللي حتدي الفروع المذكرة او التركيب المذكر وابواق متحركة اللي حتديد الخيط نفسه ورجعنا للشريحة اللي هي بتاعة التركيب اللي هو اهو اهو ادت تكاثل لا جنسي برضو فيه هنا ابواق متحركة كلهم نفس الشكل بس الداتة تكاثل لا جنسي مناش دعوه يبقى خلاص عشان ما ندخش يبقى احنا بنركز مع التركيب بتاعنا مجرد الخطوات دي مش لازم نحفظها يعني او نركز عليها قوي بس حبيت اوضحها عشان وحنا بنتكلم على دورة الحياة فيه ناس ما بتبقاش عارف التركيب ده جمنين يعني الصورة دي والصورة اللي بعدها عشان تبين الحكاية بتتكون ازاي طبعا دي بتوضح دورة الحياة احنا قلنا هنا ايه ها دي جراسيم المذكرة اهي يبقى دي جراسيم مذكرة اللي هي دي كراسيم مذكرة بالشكل ده اللي هي بتدي التركيب المذكرة تي برضو بتوضح ازاي التركيب المذكر ايه تكون لكن دورة الحياة نفسها فين اهي بقى ازاي الخالية هي يبقى خطوات بتاع التكوين الاوجونيوم دي اللي هو من نون الاحمر ده للاحمر ده للخاليتين دول مشروحها في صلايد لوحدها وازاي الاندروس بور كونت الافرع مذكرة دي برضو مشروحها في الصلايد اللي قبل يبقى هنا دي كلها ابنها ماملاخد دورة الحياة تبقى كل خطوة فيها واضحة كده بنكون خلصنا شرح تحلب الاوجونيوم بركز بس بنبه ان التحلب ده ممكن يكون فيه نبات مذكر ونبات مؤنس او الاتنين بيكونوا الليها بنسميها qualitytion يعني سنائي المسكن او الاتنين على نفس النبات زماحنا شايفين قداما ده اللي هو الاحادي المسكن يعني في منه كده وفي منه كده دورة الحياة طبعا هنا التكهسر الجنسي بيض perguntه securities وزي ما قلتلكم بقى لازم نروح نشوف الثلث اسئله دول بنا نروح في واحدة لنا من يعرفين كلها ايه ونوع دورة النوع التكهسر الجنسي دي هنا أنت تحلب منها هو سناء المسكن ولا أحد المسكن وإن كنون ده مش هنركز عليها أوي برضو المعظم الاسبيشيز في منها كده وفي منها كده طبعا مش محتاجة تتحافظ لأنها بين عندنا لما لاقي التكيب المؤنس المذكر في نفس النبات يبقى ده أحد المسكن لو لقيت كده وخيت له وحده وخيت له وحده ودخيت ودخيت يبقى خلاص يبقى ده سناء المسكن يعني هي مش محتاجة تتحافظ يعني والتكاسر الجنسي بيبنى عندي هنا على طول في دورة الحياة إن كنت أحسنت وأصبت فمن الله فله الحمد وله الشكر إن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل فيها رياء ولا سمعة وإلى أن نلتقي في محاضرة أخرى من محاضرات تبسيط العلوم أترككم في رعاية الله وأمانه وأتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته